المعلمين روما تطلبوا في الحقوق ديالهم أما الواقعة وقعات انقطاع كين أشنو خصناشنوو الباديل اللي غادي نديرو باش عالاقل نخففو من نفسي ديال هاد الدراري من ناحية التوتور ومن ناحية القالاق ومن ناحية فهم الوضع من هاد حلول هو أن الأباء اللي تهم ما يعتخفوا على ويداتهم ما غيرتش يكملوا لهم الفترة الزمنية اللي اللي هي يتيخضوا فيها المعلومات هاد الفترة هادي هي اللي خاص نقدموا لأبناء ديالنا التلامذ وتنميدات نقدموا لمؤولين الدعم نفسي أولا نشرحوا لهم الوضع الحالي اللي هو يقين تاني حاجة نحاولوا نديروا واحد بما يسمى المدرسة المنزيلية هو أننا نديروا واحد التواصل اللي مع المعلمين ديالهم باش ناخدوا معلومات اللي هي غري تخلينا نجمعوا ليداتنا في الدار عالاقل باش نكملوا لهم الدرسة ديالهم في المنزيل لهذا أطلب من الآباء أنهم يحاولوا ويشاركوا التلاميذ والتلميذات في هاد الوضعية ويفهموها لهم ببساطة ويحاولوا يعطوهم واحد دعم نفسي بأن القطاع المدرسة ماشي غدا ينقاطع نهائيا وإنما هي فترة تقدر الدوم يومين تلتين أيام أو شهر ولكن في هاد الفترة حنا كأولياء أمور للتلاميذ خاصة نقدموا واحد الدعم نفسي لهذا الأبناء ديالنا من خلالها هو كما يسمى بالمدرسة المنزيلية المعلمين يحاولوا يتواصلوا مع رفقاء تلاميذ اللي هم والأبناء ديالهم باش يحاولوا يشوفوا هذا المقرر ويحاولوا كي يجبنا دائما تنقول هذه الكلمة وتنقررها المدرسة المنزيلية يعني الآباء يحاولوا يكملوا البروغرام على الأقل وخاعي فهموا الدراري أشنوقين لأن هاد من قطاع غادي يقولي تراكم ديال المعلومات للدري والفترة واجيزة عندهم تسعة شهر خصوم يكملوا في هاد بروغرام ومني توقع عن نقطاع توقع حتى نقطاع عن الدراسة وتنقول المعلمين يحاولوا يتفاهموا لأن هاد تنميد رغض دغال يصبح لنا وزير أو طبيب أو 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 يضمق مكوين من مكوينة المجتمع المدني خاصنا احنا يا كأباء وانتم كمعلمين نحاولوا نعطيوا الدراري دعم نفسي ودعم أكاديمي تعاليمي داخل المنازل احنا كأباء وكتلاميذ نعوضوهم داخل المنزل دائما تنقول داخل المنزل لأن المدرسة ما غادش يبقى يمشي لها الدري ما غادش يبقى وما غادش نشجعوا على ديك الهضر المدرسي غاد نقدرون نشجعوا على الهضر المدرسي إنا ما احنا حاولناش تواصلنا مع داخل البيت وقومونا ديك الجلسة اللي هي تتسمى المدرسة المنزلية أننا احنا يا كأباء خاصنا نقدم واحد الدعم نفسي الروجيستيكي يعني أكاديمي الوليداتنا داخل البيت